موسيقى وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المقتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس وكما تعلمون ايضا دائما هذه الانطلاقة تأتي بالتوجيهات السامية سيدي سمو الشيخ عمدان بن محمد بن راشد المقتوب ولي عهد دبي حفظك الله ورعاك ابو راشد اللي مهتم في هذه الرياضة العربية الاصيلة في هذه الرياضة العربية المميزة يقول الشاعر شفت يلي نفسي يتمنى في شكلها وركبها ثارة ادفعت من الموقف وفلت بكرتين ع السبق غيارة في ركبها مول ما تونت كنها في السير طيارة دون صوته وعاز يستنت تطوي الميدان وامتارة لو يطول الرئيس ما هنت تعجبك لو طال بشوارة شكرا بحمد بن زعل شاعر المتلق في ابياته في قوافيه الجبينة شوطن الاول ايوان اخوان طلق شوطن ابكار الاصيلات الجميلات والتاريخ دائما يتحدث عن هذه الشعارات المركز الاول هناك شعار سعيد بن عبيد من خريف الحميد عبيد بن سعيد من يقدم الشاهدية النقل على عون علي من خميس هم بن محمد الخوذر يضر قادم من السلطنة نقل على المركز الرابع علي من سهيد بن محمد الكعبي خابس المراكز الله يكفى والله ما يكفينا ما يكفينا يا باللاحاج عمر باللاحاج عبوب مطار باللاحاج الهاجري انتقلوا اياكم للمركز الخامس هناك اللي اللي تسللت اللي هي الذيبة سلطان بن محمد بن خميس البادي وفي سادس المراكز اللي هي نوعية سالم بن احمد الشاعر العلي للمركز السابع وصلت انذار سالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري وفي ثامن المراكز ارصاد خالد بن حمد بن راشد النعيمي وفي المركز التاسع اللي وصلت في هذه اللحظات هنا كماني محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة وفي عاشر المراكز طواري سالم بن سعيد بن بنانا هكذا ايوان اخوة كانت النتيجة ارصد لي الجماهير ارصد لي الشعارات اللي خلف العشر الله يا الشاهنية مع ابو سعيد متألق في هذا الموسم اعبيد بن سعيد بن عبيد بن خنيفة الحمير احد الشعارات التي تتألق في هذه الرياضة العريقة في هذه الرياضة الكبيرة النقل على الخوذري ايضا من يقدم عود الخذيري علي بن خميس بن محمد الخذيري ايضا قادم بكل قوة ولكن الشاعر الشاعر من يقدم هجل ايوان اخوة سبعين على المركز الثالث سالم بن احمد الشاعر العليلي من يقدم نوعي هالي العين قادمين 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 ايوان اخوة هناك مع اندار صاني بن عبيد بن عني بن ازرب العابري ولكن الله يا حصانة حصان احمد بن محمد بن خنيفة بن قحيت بوشهاب 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 تألق معنا في السبوع الماضي وفي نفس النوعية مرحبا والله بهالزعبيل مرحبا بك يا بوشهاب في ميدانك وفي مقرك وفي مستواك السامي الله يا الخذيري على المركز الاول مسيطر مع عون غير على مقدمة هذا الشاط ولكنها حصانة ولكنها حصانة احمد بن محمد بن خليفة بن قحيت المهيري بن قحيت المهيري في السبوع الماضي خبرتكم عنه يقول الشاعر يا بوشهاب يا بوشهاب السبوق انواع والمطلوب نوع حصانه نوع حصانه نوع في ريد ايوان اخوة حصانه في كف والبكار في كف ثاني في جو ثاني السبوق انواع يقول الشاعر والمطلوب نوع والركض يا بن قحيت اصبح سريع هاتلي تظهرك من بين اليموع يوم تتلاقاها للسبق جميع لي عليها الوصف من ريم الهزوع من نوادر يا بوشهاب يا بوشهاب يا كابتن زعبيل يا مضمر زعبيل النجمة والصفراء دائما مع بوشهاب متألقة المركز الثاني للسيد علي بن خميز الخذيري المركز الثاردة احمد عبيد بن حميدان ولكن بن قحيت بن قحيت ايوان اخوة لمنا مع اللجنة مع المركز الاول حصانه 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 احمد بن محمد بن خليفة بن قحيت بن قحيت الى البوم هير على هذا الحضور والى زعبيل مستحقة هذا الشوت وافتتاح الثلاثة كيلو مترات في الشوت الاول رئيس المركز الثاني علي بن خميز الخذيري المركز الثالث على ما اضر رقم ثلاثة ثلاثة مراكز المركز الرابع احمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي وفي المركز الخامس ايوان اخوة هناك شعار طواني سالم بن سعيد بن منانا الاجتبي هكذا ايوان اخوة كانت نتيجة الله الله يا ابو شاب ابدعت ابدعت في السبوع الماضي وفي هذا السبوع ايضا تكرر الانجاز اللي مش مستقرب منه والتوقيت بعد التوقيت والعصى في الابطان اربع دقائق ستة وعشرين ثانية ستة وعشرين جزب الثاني حتى وتوقيتك مميز تحانينا ايوان اخوة على هذا الحضور الكبير والجميل على هذا الحضور المميز احمد بن محمد بن خليفة بن حيث اللي بحيث سلاماتها من الطيلة هالزعبيل وسق الله دالت يا هالزعبيل وشبابك اللي تألقوا في هذه الرياضة العربية الاصيلة